موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية بعد استقرار سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثلاثة في المئة أقبل الشماعي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023 أجمع المحللون على أن سيناريو التوقف الجديد في دورة تجديد السياسة النقدية يبدو الأكثر ترجحا وحسب بنك المغرب فإن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواها البالغ ثلاثة في المئة بعد ثلاث زيادات متتالية بإجمال 150 نقطة أساسة يأخذ في الاعتبار أجل نقل قرارات المجلس الاقتصادية الحقيقية وذلك في جميع تطورات الحديثة على المستويين الوطني والدولية والتي تميزت على وش الخصوص بالتضخم الذي تباطأ مع بقائه عند مستويات عالية هذا وافتتحت بورسة تؤدر البيضاء تداولتها اليوم الاثنين على وقع أداء سلبي وهكذا ترجع مؤشرها الرئيسي مازي بنسبة 0.27% إلى 11.746.29 نقطة وكان مؤشر مازي قد أنهى تداولاتي الجمعة الماضي مسجلا ربحا بنسبة 0.7% افتتحت الأسهم الأوروبية الأسبوع الأخير من الربع على انخفاض حيث كان المستثمرون قلقين بشأن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وضعف الأسهم المنكشفة على الصين أثرت على المؤشر ونزل المؤشر ستوكسا 600 أوروبي ب0.4% كما انخفض مؤشر داكسا الألماني بنسبة 0.3% مع تزيد المخوف بشأن أكبر اقتصاد في المنطقة بعد أن قال وزير الاقتصاد روبرت هابيكا إن الحكومة ستعلق الأجل لأجل غير مسمى وخططا تتطلب معايير أكثر سرامة لعزل المباني لمساعدة الصناعة المتعثرة هذا وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم لاثنين الصين ستواصل توفير الفرص لجميع الشركات من أجل من جميع البلدان للعمل بشكل قانوني في الصين في بيئة أعمال موجهة نحو سوق وقانونية ومعولمة وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية يرد على سؤال يتعلق بتعليق نائبي الرئيسية في ذيل المفوضية الأوروبية فالديس بشأن افتقار بيئة الأعمال في الصين إلى تكافؤ الفرص ارتفعت تسعار النفط اليوم إذا تغلبت المخوف على احتمال أن يؤدي حذر النارسي على صادرات الوقود إلى تقليص امدادات النفط العالمية على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الطلبية على الوقود ويتجه الخامان القياسيان لتشجيل تراجع أسبوعي طفيف بعد ارتفاع بأكثر من عشر بالمئة على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط ما خوف بشأن نقص الامدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبيترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبيك بلاس في تخفيضات الإنتاج نهاية والنشر الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في مجز لأهم الأنباء شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة إلى اللقاء شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة